وإحنا بنتكلم عن النادي الأهلي عايز أقول لحضراتكم وحطوكم في الصورة بقى خلال الفترة اللي جاية إيه الترتيبات اللي بيعدي لها النادي الأهلي عشان الفترة اللي جاية أولاً أول مباراة رسمية هتكون للنادي الأهلي هتكون في الشهر الحالي يوم 20 أكتوبر بإذن الله أمام سنبا في دوري السمر الأفريقي بالمسمى الجديد دي أول مباراة هتكون للنادي الأهلي الفترة اللي إحنا فيها دي فترة أجندة دولية النادي الأهلي عنده سبع لعبين من فريقه في منتخب مصر الأول أقول لحضراتكم أسماء اللعيب محمد الشناوي محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم محمد هاني مروان عطية أحمد نبيل كوكا اللي إحنا بنباركله بعد يعني إصابة إمام عشور تم ضم أحمد نبيل كوكا وأيضاً حسين الشحات سبع لعبين أيضاً عندك في المنتخب الأولمبي عندك حمزة علاء عندك موجود أليو ديانج عندك علي معلول شوف مدى النادي الأهلي النهاردة وهو عنده الكم الأكبر من لعبيه في منتخب مصر الترتيبات بقى خلال الفترة اللي جاية علشان مباراة سنبا التنزاني دي مباراة هتكون مهمة جداً أو المباراة الافتتاحية لعبة النادي الأهلي هتسافر تنزانيا إن شاء الله يوم 18 منتخب مصر هيلعب مع الجزائر في الإمارات يوم 16 العودة للقاهرة يوم 17 السبع لعبة اللي أنا قلتهم لحضراتكم يوم 18 هيسافروا طائرة خاصة لتنزانيا عشان مباراة سنبا طيب لعبة التانية المحترفين بيرسيتاو ما نضمش الفترة دي لمنتخب جنوب أفريقيا عنده بعض الظروف أليو ديانج عنده مباراة السعودية في البرتغال هيرجع يوم 17 هيسافر مع النادي الأهلي يوم 18 ما فيش أي مشكلة علي معلول بق علي معلول هو اللي عنده مباراة يوم 17 مع اليابان في اليابان دي سفرية بعيدة التوقيت والساعة البيولوجية وفرق التوقيت وكل الكلام ده النهاردة النادي الأهلي هيسافر 18 النادي الأهلي مجهز له كل الأمور كابتن خالد بيب وبجهازه الإداري منصقين كل الأمور بمعنى أن علي معلول هيسافر من اليابان مباشرة من بره بره على تنزل هو ده أمور النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية خلال أجندة الدولية كابتن خالد بيبو دلوقتي أيضا متواجد في السعودية مع كابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول الاتنين بيعملوا دلوقتي بيتابعوا وبيرقبوا وبيشاهدوا بيشوفوا الاستادات أو الملاعب اللي هتلعب عليها كأس العالم الأندية أيضا بيتابعوا وبيشوفوا وبيرقبوا ملاعب التدريب النهاردة الكابتن زي ما احنا شافين في الصور الكابتن خالد بيبو هو في السعودية دلوقتي في السعودية هو كابتن سمير عدلي علشان يتابعوا ويشوفوا الملاعب كل الناس في النادي الأهلي بتشتغل على قدم وساق شوف مدير الكرة موجود في السعودية مع المدير الإداري بيتابع كابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط في مدينة نصر الناس بتشتغل وبتتابع كل النادي الأهلي منظومة بتشتغل كلها منظومة بتشتغل وكله في وقت واحد كل واحد عارف ايه الضور بتاعه علشان كده النهاردة كانت سفرية مهمة للكابتن خالد بيبو علشان يبدأ يرتب الأوراق من بدري ويجهز الإقامة الملاعب التدريب يتابع ملاعب المباريات علشان كأس العالم الأندية اللي بنتمنى ان شاء الله فيه يا رب ان احنا النادي الأهلي يقدر فيه يقدر يعني يروح لمكان أبعد في كأس العالم للأندية دي طبعا ملاعب المباريات كابتن خالد بيبو متواجد في أرض الملعب هيعمل تقرير كامل لكولر طبعا للجنة التخطيط وكابتن محمود الخطيب علشان يقول ايه اللي موجود هناك احتياجات النادي الأهلي ايه كل الترتيبات ايه علشان دي كانت صور مهمة جدا يعني بنحط حضراتكو لحظة بلحظة كابتن سمير عدلي واحد يعني من الخبرات الكبيرة جدا في النادي الأهلي سواء كف مدخب مص سابقا في النادي الأهلي كابتن خالد بيبو شعلة نشاط بنتمنى له التوفيه مع الفريق الأول علشان كده بقول له حضراتكو كاس العالم اللندية في السعودية هي بطولة مهمة جدا للنادي الأهلي وجمهوره كل الناس ده تمنى طبعا نروح نلعب على الأول والتاني نلعب على المباراة النهائية على الفاينل خدنا وحققنا قبل كده ثلاث مرات برونزيت كاس العالم اللندية لكن الهدف المراضي أكبر الهدف إن شاء الله يكون بتوفيه ربنا الهدف يكون بجمهور النادي الأهلي اللي هيكون متواجد في المملكة العربية السعودية ودايما بالراهن على جمهور النادي الأهلي طبعا بعد توفير ربنا سبحانه وتعالى ده كان الخبر التاني من النادي الأهلي